كيف شاهدت طريق المنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري لا من ناحية الأداء لا من ناحية النتائج والله طبعاً هنتكلم في الكرة دلوقتي أنا شايف أن المنتخب المغربي كان طريقه شوية أسهل من المنتخب المصري في البطولة ولكن في المطش الأخير فجئنا بصراحة بمستوى جميل جداً وفجئنا كمان فريق ملاوي بأنه كان ند قوي جداً والمطش كان صعب على المنتخب المغربي ولكن دايماً المنتخب المغربي واللعيبة المغربة يظهروا في الوقت الصعب زي ما حصل بالزبط مع المنتخب المصري اللي أدى أسوأ بطولة أسوأ دور أول في بطولة في حقيقته في الكان كانت في هذه البطولة الدور الأول كنا سيئين جداً ولكن أمام كوتوفور عملنا مطش عالمي وبجد اللعيبة كانوا رجالة وفرحت أكتر من فرحي بفوز المنتخب قد إيه أنا كنت جالس في القهوة كل اللي حوالي مغربة كله بيشجع من قلبه عارف إن ما واحد بيشجع بقلب كأنهم بيشجعوا المنتخب المغربي بالزبط هو دا اللي فرح دا اللي خلاني سعيد جداً ودا اللي خلاني دلوقتي بقول إن مصر لما تقابل المغرب اللي أحسن فيهم والأفضل إحنا وراه أنا أتمنى المصر تكون أنا أتمنى الكأس تكون مصرية بطعم مغربي أو مغربية بطعم فرعوني مصري بس بطبيعة الحال يعني اللقاءات جميلة جداً قادها المنتخب المغربي كذلك المنتخب المصري وشفنا نجوم عالميين اللي يقودوا هذين الفارقين سواء محمد صلاح أو أشرف حكيمي فشنرأيك في النجوم اللي يقينين وشما الأسماء المهمة أنا أشوف من أهم الأسماء اللي موجودة حالياً في تاريخ الكرة الإفريقية أشرف حكيمي ما شاء الله بيلعب في نادي من أكبر الأندية الأوروبية باريس تنجرمان وأيضاً محمد صلاح المصري اللي مشرفنا دايماً وبيلعب في فريق ليفربول بخلاف اللاعبين الآخرين أمثال بوفال من هذه المنطقة اللي أنا أسكن فيها وهي منطقة عينسلوجي البساتين وكمان الحارس المرمى بونو ولكن مخصوش بقى في مطش مصر مخصوش يطلع عشان نتفادى الأخطاء ولكن أتمنى أتمنى للمنتخبين أسماء كبيرة ولعيبة مستويات عالية جداً ومعروفة عنهم الروح القتالية ولكن أتمنى أن المطش يكون درس لكل العرب وخاصة المنتخبات العربية اللي لما تطلقها مع بعض يكون في حزاتيات كأنه خلاص هو ده آخر دي كورة الكورة دايماً بتجمع أتمنى فأوجه رسالة للمنتخب المصري والمنتخب المغربي أتمنى نعطي درس للعالم في الروح الرياضية وفي الفنيات أيضاً واللي يلعب أحسن واللي يكون موفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي يدوز إن شاء الله وأي فريق منهم يدوز إحنا كمغربة وكمصريين معه حد ما يشير الكاس إن شاء الله ونفرح كلنا في الشوارع المغرب من محسن الصداف ربما أنك تتواجد في منطقة البساتين اللي هي المنطقة سوفيان بوفان نجم المنتخب المغربي واللي للأشارة أنه حياة ساكنة مكناسب الخصوص فبعد نهاية المقابلة الأخيرة للمغرب ففوقش عرفتي ربما أن أبوفال من الجيران ديالك والله يبص هو أنا عرفت أن أبوفال من عين سلوجي بالتحديد من خلال ابني آه والله كنت بسأله لما كنت بعمل فيديو بعد ماتش مصر فبسأله بقوله هتشجع مين مصر والمغرب فصدمني فجئني الصراحة فقال لي أنا هتشجع المغرب فسألته ليه هتشجع المغرب فقال لي أنا كبرت هنا وبعرف أسامي لعيبة المغرب ما أكتر من مصر وبعدين أنا اتفرجت على الكرة من خلال صحابي المغرب وشفت المنتخب المغربي قد إيه متقلق فقالت له طب يا عم قلت أزنوه بقى قلت له إيه طب يديني كده إيه أسماء اللعيبة اللي أنت بتحبها في المغرب فقال لي لأ دعا في حكيمي طبعا وبيلعب في باريس سن جرمان وجاب جون مش عارف مال وعمل إيه وبيحكي لي بقى إيه يعني فعلا وصف دقيق يعني عارف اللعيبة وفي الأخر قال لي إيه وخاصة بقى كمان إنه بوفال من حمتي فبقول له إيه من حمتك دي قال لي بوفال من حمتي من هنا من عند سلوكي من مكناس فقالت له والله قال لي والله فهو اللي عرفني يعني أنا ما كنتيش عارف طبعا لذلك طبية الحال سوفيان بوفال من النجوم المغريب اللي ساكنين هنا في المنطقة ولي كي يجيوا كذلك المنطقة ودائم تواصلوا عنده سمعة جيد الجيد الطيبة هنا والعائلة دياله هنا فهذا الرطيبات إنتع اللاعبين بالمدن ديالهم وبالأسار ديالهم هنا في المغرب كيفاش كتشوف ده يرجع لنقطة مهمة جدا وهي اللي هنرجع لها تاني وهي المغرب تيرجع للتربية وده اللي عملته بقى الستة المغربية والمرأة المغربية والأم المغربية لما الإبن يكون متربي صح عمره ما ينسى أصله عمره ما ينسى خير منطقته عليه عمره ما ينسى أصحابه وعمره هو ده اللي دايما إحنا بنقوله وده اللي دايما التاريخ بيحكيه عن المرأة المغربية فأكيد أن هناك مجموعة من الأمور المتشابهة بين الشعبين الميصرية والمغربي الشقيق وكذلك الحديث معاك كان شيخ كذلك في مجموعة عن المعطيات اللي اكتشفناها معاك فأكد نشكرك من خلال قناة الدار على الصدافة وعلى هذا اللقاء وكذلك كانت منه لك حظ موفق في القناة ديالك فككلمة أخيرة شكرا ممكن تقول للشعب المغربي والشعب الميصري وقع لمتابعين القناة الدار وكذلك القناة ديالك أنا أحب أوجه رسالة للشعب المصري والشعب المغربي فعلا أنا كمصري بعيش في المغرب باعتبر نفسي دلوقتي مصري مغربي نص مصري ونص مغربي وأنا قلت قبل كده لو فتحت قلبي هتلاقي نصه مصري ونصه مغربي ده مش تقليل من بلدي بالعكس هو أنا لولا أن أنا مصري ما كنتش هتعامل هذه المعاملة في المغرب لأن أدي إيه الشعب المغربي بيعشق الشعب المصري وأدي إيه الارتباط ما بين الشعب المصري والشعب المغربي وأدي إيه الجينات متشبهة جدا الطيبة الكرم بالأصول الشهامة الرجولة كل حاجة موجودة عند الشعب المصري والله واكتر عند الشعب المغربي وإحنا من زمان ومن قديم الأزل إحنا عندنا مناطق في مصر تسمى باسم المغاربة وهنا فيه كين أسر كاملة ونجوع كاملة وفيلاجات كاملة كيعيشها مصريين فإذن إحنا مرتبطين مع بعض من زمان جدا ولو سولت ناس كتير في مصر هتلاقي أصولها من المغرب ولو سولت ناس كتير في المغرب هتلاقي أصولها من مصر أتمنى أن تزيد المحبة ويزيد التعاود بين البلدين الشقيقين ويطلعوا مع بعض إلى الأمام وإلى العالمية وأتمنى من كل الشعوب العربية أن هي تتعلم من التعامل ما بين الشعب المصري والشعب المغربي والشعوب هذه بتتعامل مع كل الشعوب بحيادية تامة وبحب ولكن من يسيء إليها لازم يلاقي على الأقل على الأقل هم ما بيردوش والله ده تقسير أنا أقول للمغرب أنتوا ليه ما بتردوش على الجزائر ليه ما بتردوش على هنا ولكن عشان هو شعب محترم يكتفي بس بالاكتناب بيكتنبهم إنما ما بيردوش عليهم